لم تكد الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي ميلادينوف إلى غزة تنتهي حتى باغت الاحتلال المقاومة باغتيال القيادي في سرايا القدس بها أبو العطاء اغتيال غير المعادلة الميدانية في قطاع غزة الأمر الذي انعكس على مسيرات العودة فللأسبوع الثالث على التوالي يتم تأجيل التحركات على الحدود ضمن قراءة يقول مراقبون إنها مرتبطة بالتطورات الأمنية فرئيس وزراء الاحتلال يعيش أزمة سياسية قد تدفعه إلى الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين ولتفويت الفرصة عليه تم تأجيل المسيرات كما يقول القائمون عليها لكن هذا التأجيل في رأي بعض المراقبين قد يرتبط أيضا بمراجعة شاملة لمسارها للعمل على التقليل من كلفتها ولسيما في ظل تنصل الاحتلال من التفاهمات كما ويرى مراقبون آخرون أن هذا التأجيل يمثل فرصة لإتاحة تطبيق التفاهمات على أرض الواقع بعيدا عن الضغط الميداني تفاهمات ينضوي إلى عنوانها المستشفى الميداني الأمريكي والذي يتم إنشاؤه شمال القطاع حيث تقول حماس أنه سيسهم في تحسين الوضع الصحي للمرضى وسيخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية لكن الصور الواردة من عملية إنشائه أثارت جدلا في الشارع الغزاوي لكون هذه العملية تتم بأيد أمريكية يتوجس الفلسطينيون منها في ظل السياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال أما في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرة فالحديث المتزايد في وسائل الإعلام عن حراك فيه تقابله حماس بتكتم شديد وفي بعض الأحيان هناك نفي للمعلومات الواردة حول وجود صفقة لتبادل الأسرة لكن هذا التكتم لا ينفي معلومات حول دور لبعض الوسطاء من أجل تحريك المياه الراكدة فيه حيث يتعمد الاحتلال تجاهل هذا الملف لتجنب دفع الثمن الذي تقول المقاومة إنه لابد منه لقاء أي معلومة عن الجنود الأسرة ورغم تطورات السياسية والميدانية فإن ما يهم الغزويين هنا هو كسر الحصار وإنهاء الانقسام وتثبيت معادلات تمنع الاحتلال من التغول على الدم الفلسطيني ولأسيما في ظل ترد الواقع الدولي والإقليمي أحمد شلدان غزة الميادين ترجمة نانسي قنقر